دجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية نانسي الشل البالغة من العمر 18 عاما والتي تعاني من أزمة حادة في الكلة ما جعلها تلجأ لطبيب أجر لها عمليات تفتيت متعددة لتفجير الحصى فتدهورت حالتها انتشار الخبر عن حالة نانسي دفع مجلس الوزراء إلى متابعة قضيتها وتبني معالجتها الأمر الذي استقبلته الشل بفرح كبير مؤكدة أنها ستلتقي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشكره على دعمها أنا بتشكر رئيس الحكومي الشيخ سعد الحريري لمتابعة ملفي واهتمامه فيي وأنه ما تركني ولا متابعة قضيتي لهون لحتى هذا اليوم حتى بشروني أنه مضوا ملفي وأنا بدي أنزل زوره وتشكره لنتابع للآخر الشل شكرت أيضا كل الذين اهتموا بقضيتها لسيا موزير الصحة غسان حصباني